تعرف انا كنت بعمل فيديو حالا تشجيعي لحضرتك انك تطلع بصوتك في رمضان لكن فكرت بيني وبين نفسي وقلت يا متوحد يا فكرة ليه ما تعملش الفيديو ده 3 في 1 زي النسكة فيه ازاي 3 في 1 ده اللي هتعرفه دلوقتي تخيل معي المتوحد فكرة ما بيظهرش بنفسه في الفيديوهات بس بيشرح على الكمبيوتر ايه هو نسبة نجاح المتوحد فكرة مقارنة بظهوره قدام الكاميرا وظهوره في الفيديوهات هقول لحضرتك نسبة غير متساوية ازاي غير متساوية هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا تعرف ان المشاهد اللي قدام حضرتك مش منشئ المحتوى حضرتك بتفرج علي عشان حضرتك منشئ المحتوى وبتتعلم ازاي تنشئ المحتوى لكن اللي بتفرج على حضرتك هو مشاهد فالمشاهد بيرتبط بمنشئ المحتوى اللي هو بيحبه جدا يعني لو حضرتك طبخ جيمينج اي حاجة من الحاجات دي بيتابع حضرتك لابس ايه المطبخ لونه ايه الطبق اللي انت بتحط عليه الاكل لونه ايه صياحك وانت بتزعق في اللعب ازاي بتصيح وازاي بتكلم لابس ايه في ايدك وماسك ايه في ايدك عامل اي حاجة بيتباحها بشكل تفصيلي ومدى ظهورك في الفيديوهات بيزيد من نجاحها كتير جدا وعلى فكرة منشئ المحتوى مش بس صوت ايوة مش بس صوت يعني حضرتك لو قدرت تطلع بالفيديو فدي حاجة او ميزة جديدة جدا بتضيفها الفيديوهائتك الميزة التانية وهي ميزة الصوت البعض من مشين المحتوى بيعافر انه ازاي يعمل محتوى من غير ما يطلع بصوته بصراحة الموضوع ده بيزعلن جدا 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 بيكون مدى قوي حضرتك ممكن تفكر انك تطلع من غير صوتك الا اذا كان عندك المشكلة في صوتك وربنا يشفيك ويشفينا ويشفي مرضانا ومرضك جميع لكن انك تقول اصلا انا مكسوف ده حاجة بيدهينة جدا اصلا حرام حاجة بيدهينة جدا حضرتك ما بتعملش حاجة حرام علشان تقول حرام اللي احنا بنتكلم فيه هو الزمن اللي احنا وقفين فيه حالا دلوقتي يعني حضرتك لما بتيجي تقدم محتوى فبتقدم محتوى تعليمي ما بتغنيش فبالتالي هو مش حرام لازم حضرتك تطلع في محتوىك وتتكلم لان الناس بترتبط بالصوت اقول لحضرتك حاجة تعرف مسلسل كبير قوي انا سمعته مئة الف مرة واتفرجت عليه مرة او مرتين يعني انا بتفرج على المشهد وباسمعه اكتر طول ما انا سايق جنب الكبير اوي وحافظ الافهات طول ما انا سايق باسمع عمرو ومرو وهم بلعبوا باسمع طربونه هو بلعب برغم من لعبة جيمينج لازم تتفرج عليهم لكن انا باسمع وده برتبط بينك وبين المنشئ المحتوى والمشاهد علاقة حتى سمعية فبالتالي ده رقم اثنين لو حضرتك محتاج تعمل محتوى اوي فلازم تطلع بصوتك او شكلك نصيحة من اخوك المتوحد فكرة الحاجة التالتة لو حضرتك عايز تعمل محتوى من غير ما تظهر بصوتك ودي حاجة انا لقو ايدها الا اذا كان عندك مشكلة في صوتك وعلى فكرة هعلمك ازاي تعمل فيديوهات من غير صوتك قريب جدا 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 وطريقة زي شرح المتوحد فكرة لو عايز تستفيد منها وطريقة لو عايز تعمل اي محتوى ازاي تقدر تعمل محتوى صوتي وتكتب بس الحاجات دي هشرح لك بالتفصيل لكن انا لقو ايد هذا النظام من الفيديوهات فان المحتوى الكتابي صعب واستثناءات فيه استثناءات فردية والنجاح فيه نجاح فردي انا مش متابع ولا قناة ولا قناة كتابية ولا قناة كتابية ادخل عندي كده في الاشتراكات ولا قناة كتابية في المتوحد فكرة ولا عمر في حياتي حبيتها تابعهم ليه؟ لاني برتبط جدا بصوت منشئ المحتوى بحب اسمع صوته بحب بشوفه هو بقول لا انا ما عملتش كده اعمل كده وانا دايما بحب اتفرج على التعليمي او روح اعمل كده او سوي كده الحاجات دي مهمة جدا حضرتك كمشاهد اللي بتفرج عليك مشاهد زيك لكن انا بكلم منشئ محتوى فبقول لا منشئ المحتوى اظهر بنفسك او اتكلم بصوتك لكن كمشاهد فالمشاهد بيصنع او بيتفرج نادر جدا لما يقرأ وهقول لحضرتك حاجة معلش صغيرة جدا تخيل معايا امهاتنا الكبيرة بحبوا يعرفوا الطبخ الجديد هم اصلا ما بيعرفوش يقروا صدقني فبيشوفوا يقولوا لا عايزين اي قناة بتطلع تتكلم او بتشرح بنفسها قناة الطبخ كتير جدا ولكن ما يميز اي حبيب صوتها صح ولا لا تخيل معايا بقى قناتك يكون بيميزها صوتك او المتوحد فكرة فبيميزه عصبيته او اي قناة بميزه الري اكشن او الكارير او ظهوره او ضحكه او صياحه حسب المحتوى بيفرج فبالتالي نصيحة مني لو انت داخل على الرمضان وعايز تنشئ المحتوى اطلع بنفسك وتكلم زي ما نواف قدام حضرتك كده او اطلع بصوتك خلي رقم ثلاثة دي مستحيلة في محتوىك الا اذا كان في ظروف خرج عن قراتك والخارج عن قراتك ممكن ببقاء همامتك رفضين لك تطلع بصوتك وضرق يوم ولازم تحترمهم او لو حضرتك مثلا عندك مشكلة في صوتك وده حنحلها لك وحنعرفك ازاي تعمل فيديوهات بالتوفيق للجميع اخوكم انو توحد فكرة والنجاح على اليوتيوب اسرع في الصوتي والفيديو شكرا 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 شكرا